في حربها ضد إيران تستمر إسرائيل في رصد تحركات الميليشيات على الأرض بسوريا حيث اكتشفت مؤخرا مصنع سواريخ دقيقة جديدة يتم بناؤه من قبل إيران بالتعاون مع النظام وميليشيا حزب الله وجاء في تقرير على القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن المصنع يقع بالقرب من مدينة سافيتة في ترطوس ويهدف للتركيز على إنتاج سواريخ دقيقة وتطوير ترسانة السواريخ والقاذفات الكبيرة ولبناء المصنع اضطرت إيران بحسب القناة الإسرائيلية إلى تجاوز العقوبات الدولية على برنامجها الصاروخية من خلال سلسلة من شركة الواجهة التي أنشأها مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للنظام وهو وكالة تقوم بتصنيع الأسلحة والتي تم استهداف منشآتها بصورة متكررة من قبل إسرائيل سابقا وهذه الشركات التي تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض طلبت شراء قطع صواريخ من إيطاليا والصين وبلدان أخرى في شرق آسيا وأطلق على الشركتين اسم منظمة الصناعات التكنولوجية ومجموعة أنس وعلى مدار الأشهر الماضية كشفت إسرائيل العديد من المخططات الإيرانية التي تهدف في المجمل لتعزيز نفوذها في سوريا على غرار قيام إيران بتطوير صواريخ باليستية متطورة داخل إحدى قواعد النظام وإنشاء حزب الله مصنعين لإنتاج الصواريخ قرب الحدود السورية اللبنانية اشتركوا في القناة